السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لا احباب الكرام معنا كنا في الاستماع هيا بنا في هذا الوقت المتأخر من الليل ندروا واحد دعوة للخير دعوة اللي هي مفتاح الفرج نتوسل الى الله تعالى باحب الاشياء اليه ومن بينها الصلاة على النبي المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه ليلة باركم سعودة ليلة عاشورة اللي بعض الناس ربما كنشوف فيها الشعودة والسحر والبعض الاخر ربما كيقوم بتقوس وعادات وتقاليد بالية عافى عن التاريخ كالحرائق والمفرقعات أو اللعب بأشياء معينة لكن خير ما نستعن به في هذه الليلة المباركة هو دعوة الى الرحمن وخصوصا التوسل بالصلاة على النبي المصطفى الصلاة على النبي المصطفى مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج يكفي ان الانسان ينوي في قلبه ماذا يتمنى على الله في هذه الليلة تمنى على الله تمنى كله بغي غير قوة الايمان وقوة اليقين كله بغي غير الصحة ولا عافية كله بغي الرزق الوفير والمال الكثير كله بغي السعد الجميل كله بغي صلاح العائلة فمجرد أنك تنوي ما تريد في قلبك ثم تلهج بالصلاة على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بأبواب السماء تفتح وإذا بالله عز وجل يقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءون يدعونني ويتوسلون إلي بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله فإذا بربنا عز وجل يعطينا من الخيرات والبركات ما الله بيعلم فاللهم لك الحمد بما أنت أهله اللهم لك الحمد بما أنت أهله فصل على سيدنا محمد بما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقى وأهل المغفرة فاللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى اللهم صل وسلم على نبينا محمد خير من هلل ولبى وأفضل من طاف وسعى وأعظم من سبح ربه الأعلى اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي جاع فصبر وربط على بطنه الحجر ثم أعطي فشكر وجاهد فانتصر اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي كان القرآن العظيم حجته والصلاة راحته والصيام بهجته والصدق حرفته والأمانة سره والخلق العظيم سيرته اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي فاضت من الذكر دموع عينيه وفح عطر التسبيح من شفتيه وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميه وسمع تسبيح الحصى بين كفيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر يا مولانا يا ربنا في هذه الليلة المباركة صل على سيدنا محمد سيد المرسلين سيد العابدين سيد الحامدين سيد المتقين سيد الراكعين سيد الساجدين سيد الشاكرين سيد الذاكرين سيد المجاهدين سيد الأولين والآخرين اللهم صل على سيدنا محمد إمام الخيري قائد الخيري ورسول الرحمة اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسده في الأجساد وصل على قبره في القبور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه صل يا مولانا على سيدنا محمد صلاة جلال وسلم عليه سلام جمال اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وتردى بها عنا يا أكرم الأكرمين اللهم صل على الحبيب البشير الشفيع النذير وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصرت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى ونحر وطاف بالبيت العتيقي وقبل الحجر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مستمر مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لن قضاء لها ولن سرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحل بها عقدنا وتفرج بها قربنا وتقضي بها حوائجنا يا رائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة ليلة عاشوراء ليلة الخير ليلة المغفرة ليلة الردوان ليلة النصر ليلة استجابة الدعاء صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة تدخل بها إلى قلوبنا السعادة والبهجة وتجمع بها شملنا وترفع بها مقامنا وتغنينا بفضلك عم من سواك وتجعلنا من أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عجل لنا بالفرج عجل لنا بالفرج فضلا منك وإكراما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أيها الأحباب الكرام جميعا في هذه الساعة المباركة إياكم أن تملوا أكثروا من الصلاة والتسليم على رسول الله في هذه الليلة المباركة يفتح الله لنا ولكم أبواب الإجابة ويملأ قلوبنا وقلوبكم بالفرحة والسعادة فهيا جميعا نصلي على رسول الله على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بس عليك يا ربي يا كريم من الليل لعله ساعة إجابة نسأل الله تعالى أن يحقق رجائك ويبلغك مقصودك ويعطيك الله الزوج الصالح والدري الطيبة ومنحك الله تعالى وحد العمل اللي هو ميسر ورزقه وفير وبركته كثيرة وإجمع شملد العائلة كلها بفضل الله ووجود الله وكرم الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة